صباح لحظة مطابعين في الفيديو التعليمي لشركة وينزي بروكر هدمه لكم كريم ماجديو هنتكلم مع بعض في الفيديو النهاردة عن نموذج الاعلام واعلام السفن وهي واحدة طبعا من اهم النماذج السعرية اللي بتقول لنا تحرك الاسعار خلال الفترة القادمة هتمنى يكون الفيديو مفيد لحضراتكم وطبعا في النهاية بنفتح المية تريدر مع بعض عشان نشوف ازاي نقدر نطلعه كمان من التشارت اول حاجة هنتكلم عليها نهاردة في ال etcetera بتاع نموذج الاعلام او هو طبعا احد اشهر نماذج الاستمرارية يدل على الاستمرار الاتجاه القديم بمعنى لو الاتجاه كان ساعد يبقى هو بيؤكد لي ان الاتجاه هيستمر في السعود والاتجاه لو كان هابط ايضا بيأكد لي ان الانتجاه هيستمر في الهبوط هو طبعا نمط قصير المدى بتكون بشكل سريع او بينشوفه بشكل سريع وفي نفس الوقت فترة التكميرunaougherة وتكون مستهدف قصير المدى. هو بيعبر عن استراحة قصيرة في الاسواق او فترة لجني الارباح او الالتقاط الانفاس اثناء الاتجاه طبعا سواء كان ساعد او كان هابط علشان يستمر ويقدر الشكل او النموذج ان هو يكمل اعلى. زي ما احنا شايفين اتجاه ساعد والنموذج يتكون معنا عشان فترة هدنا والتقاط الانفاس عشان يقدر يستمر بعجيفة اتجاه. زي ما احنا شايفين مع بعض بيتكون على شرط بسيط زي هنا مثلا الفرانك وفي نفس الوقت بيتكون فترة زمنية بسيطة يمكن ما تعداش الى 10 اتناشر ساعة وبعد كيه بيكمل طبعا استمراته وبيكمل اتجاهه الاعلى. شروط النموذج ان هو لازم يكون قبليه حركة سريعة وحدة وبيغالبة طبعا بيكون غالبة ما بيصاحبها حجم تداول قوي. سريعة العلم هي المسافة من اول دعمة ومقاومة تم خسرها حتى اعلى نقطة في العلم. العلم ده بيكون عبارة عن مستطيل صغير بيتكون في منتصف الاتجاهة سواء او هاب. زي ما احنا شايفين مع بعض. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هو الحركة السريعة. قبلها حركة سريعة. اتجاهه واضح طبعا انجابي بدون اي حركات تصحية. وده طبعا بيسمى الساري. بيبقى تحديد مكان الساري بيبدأ من اخر مقاومة تم تسرها. يعني هنا لما تسر المقاومة اللي كانت هنا ده بداية الساري بتاعنا. ده حد اعلى نقطة في المسلس. العلم نفسه او عفوا العلم. العلم نفسه هو الشكل المستطيل اللي احنا شايفينه. بيكون فيه السعر في حالة زبزه بسعره ضعيف جدا غير واضح الاتجاه بمجرد كسره. بنبدأ مع بعض الاتجاه بتاعنا. وبنبدأ نحسب المستهى ده في الجديد. كمان احد اهم الشروط للنموذج انه بيكون بيميل قليلا عكس الاتجاه الترند. والمستطيل بيكون طبعا قناة صغيرة دلعيها متوازين. وبياخد نموذج طبعا من اسبوع. حتى الشهر ده على الفريمات الكبيرة. زي ما قلنا لحضراتكم. لكن على فريم بسيط زي الساعة بياخد من اتناشر لاربعتاشر ساعة. هو اماما بيحتاج تكوينه اربعتاشر من اتناشر لاربعتاشر شامعة ده اقل لحاجة طبعا في الفترة الزمنية اللي هي شغال عليه. زي ما احنا شايفين حرق سعرات كبيرة. واتجاه بيكون عكس الاتجاه القديم. يعني اهم حاجة يكون العلم نفسه ويكون عكس الاتجاه القديم الاتجاه كان هابط. فالعلم جيه بشكل الاتجاه ساعد زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وكان النموذج اللي قبليه على النقيد كان الاتجاه كان ساعد والعلم كان آآ باصس لأسفل او باصس للاتجاه السلبي او الاتجاه الهابط. آآ وزي ما قلنا بياخد على حسب طبعا الفريم لو الهنا الفريم مع بعض كان يوم. بيبقى بياخد له من اسبوع طبعا حتى شهر تقريبا لا يتكون. تحديد الهدف الكسر طبعا في حالة تريند الساعد بيحدث عند كسر يكسر الحد العلوي للعلم وبنحدد الهدف عن طريق حساب ساري العلم ثم جمعها على سعر الكسر في حالة تريند ساعد. يعني هنا الاتجاه كان هابط بنحسب الساري بتاع العلم من اخر طبعا دعم هيكون الكسر بنحسب المسافة دي وبنبدأ من منطقة الكسر اللي هيكسرها نبدأ نحسب مع بعض وده بيكون الهدف بتاعنا وهنوضح اكتر طبعا لما نفتح مع بعض النموذج الاخر وهو طبعا شبيه جدا ليه هو علام السفن او واضد احد اشهر لنموذج الاستمرارية ايضا نمط قصير المدى بيكون كمان استراحة قصيرة اثناء الاتجاهة سواء كان ساعد ام هابط زي ما احنا شايفين هو بالزبط نفس الشروط نفس الخصائص العلم او المستطيل اللي احنا نستخدينه علام السفن بيكون شبيهة او طبعا بيكون شبيه جدا علام السفن بيكون شبيهة للاعلام ساري ولكن هنا بيكون العلم عبارة عن مسلس وده الفارق الوحيد وبعد كده بيكمل طبعا الاتجاه لاعلى او على النقيد بيكمل لاسفل شروط النموذج لازم يبليها طبعا تكون حركة ايضا سريعة ويكون حجمة دول قوي سريعة طبعا نسميها الراية مسافة من اول الدعم تم كسره دائما هنا من اول دعم الكسر لحد اعلى حتة فيه المسلس بيكون ده العلم بتاعي او الساري بتاعي ومن بعدها بابدأ ايس النفس اللي طلوعه هنا هيطلعه مرة تانية بعد كسر النموذج الاعلى طبعا المسلس متساوط دول عين بيكون صغير جدا بيميل بشكل كبير لالاتجاه المعاكس يعني لو اتجاه كان صاعد يزم يكون الحد المال الاتجاه السلبي او الهابط والعكس طبعا لو اتجاه كان هابط يبقى بيميل اللي اعلى وبنحدد الهدف زي ما ذكرنا لحضراتكو في حالة الكسر بنبدأ نعمل تاني اسقاط علشان نعرف الاتجاه هيكون عامل ازاي خلونا ننتقل مع بعض ونشوف ونشوف ازاي نقدر نحن نخرج الشكل طبعا احنا بنبدأ ماشيين وراء اي حرقة قوية زي ما حصل هنا مسلا في الجنيئ البريطاني ده نموذج الساعة لو جينا عدينا عدد شمو دول تقريبا هيكونوا اكتر من 12 شمعة بحاجة بسيطة يدي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة ودي زيهم تاني حوالي 14 شمعة لما تركوا بداياتا من 12 شمعة نبدأ نقول ان الشكل ممكن يتكون ولكن هنا الشكل ممكن يكون هيحصل فيك او هيكسر وده ايضا معرض له هنا الساري بتاها بيبدأ من كسر المقاومة الامدعم الابلية اللي هو عند ال 23 او ال 24 فلات هنا هنبدأ نقسمع بعض المسافة دي بنرسم خط عادي جدا ونبدأ نعمل اسقاط من منطقة الكسر يبقى ده المستهدف بتاعي رايح تقريبا قرب ال 21 اربعين يبقى مرة تانية عشان نحدد الشكل الاول بنشوف الحرقات القوية زي هنا مثلا بنمشي معايا كده بس اخره ما جابش معايا النموذج هنا حرق قوية ببدأ اشوف ادي رسمت معايا مستطيل مافيش يبقى مزبوط جدا مستطيل نايل لأعلى على عكس الاتجاه القديم يبقى بمجرد حدوث كسر للخط الاسفل ليه هنبدأ نعمل اسقاط عشان نحدد الهدف بتاعه بنشوف قديه الساري بنقاس من اخر دعمات قصر وبنبدأ نشوف مع بعض الاتجاه رايح ازاي زي ما احنا شايفين مع بعض يبقى الترجل بتاعه عنده 21 اربعين وبكده نكون قصة النهاية الفيديو اتمنى ان هو يكون مفيد لحضراتك وبشكركم اكيد اعزائكم تابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة